بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد ولد عتنان صلاة تفتح لنا بها مغلقات الأكوان نرحب بفضلة العلامة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الإفتاء بناجيريا ورئيس المجلس الإسلامي وشيخ الطريقة التيجانية أهلا ومرحبا بكم مرحبا بداية نطلب من فضيلتكم أن تحدثون عن بداية علاقتكم بالتصوف الإسلامي كيف بدأت ومن هم الأشياخ والعلماء الذين أخذتم عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد أيها الأخوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء بهذا اليوم المبارك حول مائدة التصوف التي هي في الحقيقة مأدبة ربانية تطمئن إليها القلوب وتنشرح لها الصدور وتصفو وتزكو لها النفوس الحقيقة علاقتي أنا بالتصوف ذات وجهين علاقة عائلتي بالتصوف هي علاقة قديمة إذن أجداد كانوا ينتمون إلى الطريقة القادرية ودام هذا فترة طويلة ثم بعد ذلك تحول بعضهم إلى الطريقة التجانية ابتداء من جدي والدي والدتي ووالد والدي ووالدي كلهم ينتمون إلى الطريقة التجانية أما أنا فنشأت في طلب العلم وكنت منهمكا في طلب العلم على عدد من مشائخ بلادي حين قابلني أحد اتبار المشائخ وهو رجل ممن يخفي نفسه في التجارة يدعى الشيخ عبداللطيف الزبادني أصلا من سوريا أعتقد أنه من جماعة الشيخ محمد الدكر أو علي الدكر وجماعة الشيخ الرفاعي وكان يسكن عندنا هناك ويشتغل في التجارة مررت به يوما أنا دائما طريقي أمر أمام محله وهو يراقبني عن كثب ففي يوم من الأيام أراد أن يستطلع رأيي عن التصور فدعني سألني هل أنا متقيد بطريقة من الطرق قلت له لا لكني أحب الطرق لم أتقيد ودار الحديث بيني وبينه وقال لي صفتك تظهر أنك متصوف لكن أستغرب لأنك لم تتقيد بأي طريقة حتى الآن قال والله أنا أفكر في الانتماء إلى التصوف ولكن حتى أجد قدوة صالحة أستطيع أطمئن إليه فأقض طريقة وهكذا أول من وجه انتباهي إلى التصوف هذا الرجل طبعا هو لم يقل لأنه تجاني لم أعرف ولم أعلم بأنه تجاني إلا بعد فترة طويلة التقيت ببعض من يعملون معه في متاجره كان له أعماله واسعة في بورنو في بلاتو في مناطق أخرى فكان في رجل كان يعمل معه يدعى إبراهيم بن بره هذا الرجل أخبرني أن الشيخ ابن لطيف هذا تجاني وطريقته جاء بها من سوريا غريبة وأنه لم يخبرني بهذا ولكن رأيت له يوم كان عمل مناسبة عزاء تتجمع الناس يعزونه في والدة زوجته توفيت فرأيته يأمر الناس بالذكر يقول للمشايخ يعني بدلا من الجلوس والانهماك في حديث الدنيا اشتغلوا بالذكر وكان يلقي الذكر بنفسه كلمة الفصل لا إله إلا الله كلمة طيبة وأحيانا يأمرهم بالذكر بالاسم المفرق أحيانا يأمرهم بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فرغ المجلس وانتشر ولم يأخذ أحد باله بأنه تجاني أو كذا وكذا ولكن علمنا من هذا التصرف أنه متعمق في التصوف بعد ذلك لفترة من الله علي بأخذ الطريقة التجانية عن أحد أحفاد سيد أحمد تجاني رضي الله عنه يدعى محمد الحبيب بن محمد العيد هو من الجزائر زارنا في نايجيريا وهذا الكلام في حدود خمسة وخمسين خمسة وخمسين أو ستة وخمسين ف عقد مجلسا ألقى فيه كلمة طيبة تتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول حادث انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وكنت حاضرا وكنت نشطا وقتها وأعلق كل ما يقول أكتب كل ما يقول شيء أكتبه إلى أن فرغ من مجلسه وأخذته معي إلى الدار وحررته في تلك الليلة وجئته به في الصباح عرضته له قال لأنك لم لم تضيع كلمة واحدة منه قلت له والله هذا بركاتكم ومن توفيق الله تبارك وتعالى لنا لحكم صحبتكم هذه الأيام فتح الله علينا بهذا فسألني هل أنا تجاني قلت له لم أشرف بهذا حتى الآن ولكن إن شاء الله سأخذ منكم الطريقة التجانية فأخذت عنه الطريقة التجانية فأعطاني وركة فيها سلسلته إلى آبائه إلى سيد أحمد تجاني رضي الله عنه ثم قال لي تأتيني في المساء جيتم في المساء بعد ما جيتم في المساء أعطاني وركة أخرى فيها إجازة قال لي رأيت أنك تستحق أن تجاز في هذه الطريقة وأن تجيز من له أهلية وأنا أطلب أن تسافر معي إلى الجزائر إن كان ذلك ممكنا فقلت له أن أرحب بكل اقتراح يأتي منك رضي الله عنك لكن أعزالي كذا 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 أعزال دراسية كلها وهو عرف هذا وقال لي أنا لا أكون سببا في قطع هذا العمل الصالح الذي تقوم به ولكن أرجو أن لا تنقطع الصلة بيني وبينك من وقت لآخر تكاتبني وتتصل به قلت له نعم هذا الرجل رأينا منه ببركة سير أحمد تجاني رضي الله عنه كرامات كثيرة وليس هذا محل ذكرها ولكن اقتنعت بأن له صلة قوية بالله تبارك وتعالى وقال صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكمه سبحانه من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه فمنذ لقائي بهذا الرجل عرفت أن لله عبادا له فيهم خصوصية ومن أشهدك الخصوصية فيه تقيد به وانتفع به سينفعك الله تبارك وتعالى بما يفيضه الحق تبارك وتعالى عليه من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع جميع الإمدادات ومصدرها طبعا هذه هي البداية ثم بعد ذلك لقيت مولانا الشيخ أحمد بن علي أبي الفتح رضي الله عنه جدته عنده ثم بعد ذلك التقيت بكثير من المشايق وأخذت عنهم الشيخ محمد قبريمة بن محمد الداغري أحد أساطين العلماء في ناجيريا وشيخ أبو بكر ابن العالم حضر عتيق رحمه الله أخذت عليه وكلهم أجازوني كذلك مولانا الشيخ أحمد بن عثمان التجاني البرناوي الكنوي من كانو أيضا أخذت عليه ثم بعد ذلك انتهى بي المطار إلى مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ الحاج إبراهيم الحاج عبد الله الكون رضي الله عنه أخذت عنه وجددت عليه وحصلت لي حصل لي الشرف بأن قرأت عليه جزء من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ثم أجازني إجازة مطلقة في المعقول والمنقول وفيما يتعلق بطريق القوم وطبعا توالت صلاتي بأهل الطريقة التجانية مستفيدا منهم وناهلا من معينهم الصافي الذي أعطاهم الله تبرك وتعلم تصلت بكثير منكم تصلت في السودان الشيخ مجد مدسر زيارة والشيخ محمد الحافظ رويت عنه ولزمته فترة وهكذا الشيخ سيدي إدريس بن محمد العابد العراقي المغربي خديم زاوية سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه هذا بالاختصار فصلتي بطريقة تجانية هذه بدايتها أو هذا ما يوضح الخطوات الأولى في إقبالي على هذه الطريقة فبعد دخولي في هذه الطريقة عكفت على قراءة كتبها ولاطلاع على ما كتب فيها من مطبوع ومخطوط ولقيت رجالها واستمعت إليهم وفهمت الكثير مما تنطوي عليه أوراة وشروط هذه الطريقة المباركة وهي طريقة كما سماها صاحبها طريقة محمدية أحمدية تجاني نعم لكن فضيلة الشيخ من خلال معايشتكم الطويلة من هذا الطريق طريق القوم ما هو تصوركم عن التصوف وحقيقته في تصوركم حقيقة إلى الله إلى الله ومن أجل رضوانه عن طريق التزام الذكر وعن طريق التزام الخلق الرفيق الخلق العظيم الخلق الحسن وأن التصوف حقيقة هو روح الإسلام هو روح هذا الدين العظيم لأن التصوف في الحقيقة يقتصر الطريق إلى الله ويعد المرء لتعلق بالله تبارك وتعالى والتزام منهج الحق تبارك وتعالى وأرى أن التصوف هو الصيغة الحقيقية للمؤمن الذي ورس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال المحمدي هذا هو التصوف التصوف في حقيقته منهج رباني يطبعك على أسس وقواعد الكتاب والسنة وعدم الخروج عن الكتاب والسنة لا من قريب ولا من بعيد وفي نفس الوقت التصوف يعلمك كيف تأخذ عن الحق تبارك وتعالى النفحات والبركات وكيف تشهد عن الحق تبارك وتعالى التجليات وكيف تشهد تجليات الحق تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته في كل حركاتك وسكناتك في كل أوقاتك التصوف التصوف حقيقة هو زبدة ما يقصد من الإنسان وهو الإخلاص لأن الإسلام بني كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على معتقد وأعمال وعلى روح هذه الأعمال وهو الإخلاص حديث جبريل عليه السلام الذي تحدث عن الإسلام وتحدث عن الإيمان وتحدث عن الإحسان جمع هذا الدين الإسلامي فالتصوف يريد من سالكه أن يتحقق كل التحقق بالمقام الأول وهو الإسلام بالالتزام الصادق لأن أول قدم يضعه المريد في هذا الطريق هو الصدق لا بد من الصدق ثم المقام الثاني أن يتحقق بالإيمان والإيمان هنا أوسع من كون الإيمان بالله وملايكتي وكتب هذا صحيح هذا هو جوهر الإيمان لكن الإيمان هناك إيمان بدائرة غيبية لا حدود لها تتعلق بالله تبارك وتعالى تجعلك لا تستغرب ولا تتعجب ولا تتردد في قبول كلما جاء عن الحق تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا هذا المقام الثاني ثم تاتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإحسان ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اختصر الموضوع فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراد معنى هذا أن المسلم ليس له في تعامله مع الله إلا مرتبتين المرتبة العليا والمرتبة الدنيا مرتبة العليا هي المرتبة التي تعامل فيها الحق تبارك وتعالى كأنك تراه والتشبه هنا تعرف مجازي المرحلة أو المرتبة الدنيا هي أن تعبد الله موقنا مش عالما أو مؤمنا لا موقنا لأنه يراك لذلك كانوا يعلمون تلامزتهم في السابق الله معي الله ناظر إلي الله قادر علي فإذا كنت مع الله وهو ناظر إليك وأنت موقن بأنه قادر عليك لا تستطيع أن تخرج من دائرة مشاهدته بعد مراقبته لذلك قالوا في التصوف شريعة وطريقة وحقيقة الشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده فباختصار أن السادة الصوفية حقيقة إن كان غيرهم بنى أمره على الظن أو بنى ظنه على الاعتماد على اختيار النفس فإنهم بنوا أمرهم على اليقين وبنوا شأنهم كله على سلب الإرادة بين يدي الحق تبارك وتعالى فهم عاشوا مع الله بلا أنفسهم ولذلك منهج الصوفية إذا هدي العبد إليه وصحب أهل النسبة والعناية فيه لا يختار به بديلا لذلك يقولون من وصل لن يرجع من وصل لن يرجع ذلك لأن من وصل فقد زالت عنه حدب الشكوك والأوهام والتخيلات وأصبح يتعامل مع ربه تبارك وتعالى كفاحا هذه هي الصورة التي بدأنا بها سلوك هذا الطريق طبعا تسمع عنه يقول لك مثلا سلوك وبعده فناء ثم بعد ذلك السلوك هذه ثلاث مراحل مرحلة الأولى سلوك وهي المرحلة التي نتلقى فيها نتلقى فيها عن مشائخنا نتلقى فيها العهد نتلقى فيها يعني عهد عن المشائخ نتلقى فيها العلم نتلقى فيها المعرفة نتلقى فيها المدد عن الحق تبارك وتعالى بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مرحلة السلوك الأول ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الفناء وهي مرحلة مبدأها سلب الإرادة أي أن تكون مع الله بلا نفسك بلا هواك بلا دنيا بلا ناس بلا شيطان بلا غرط من الأغراط إذا كنت مع الله بهذه الحالة حصل لك ما يسمى بالفناء بعد ذلك إذا أراد الله بك خيرا وأراد الله بك للعباد نفعا أردك لكن في هذه الحالة سلوك يفرق يعني يختلف عن سلوك هناك السلوك الأول مبني على اجتهادك أما هنا سلوك مبني على مراد الله منك فأنت هنا ترجع لترشد إلى الله تبارك وتعالى فالسادة الصوفية لهم مهمة واحدة يتفقون جميعا عليها يتفقون جميعهم عليها وهي دعوة الناس إلى رب الناس وجمع الناس وجمع الناس حول دائرة التعلق برب الناس ولذلك السادة الصوفية كل ما رأيتهم إذا رأيت واحدا منهم ذكرك بالحق تبارك وتعالى ذكرك بالله تبارك وتعالى وهذا سببه عدم غيبتهم عن الحق الحق لا يغيب عن شيء يعني لا يغيب عنه شيء المهم هو غيبتك أنت ولذلك رتبوا في طريقهم يعلمون المريد أول ما يصل إليهم كيف يعبد الله قلنا الإسلام شريعة وطريقة وحقيقة مجال العبودية هو أن ترجع في كل شيء إلى الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين طيب هذه العبادة تبدأها كيف تبدأها بأن تتفكر فيما مضى من حياتك هذا ما يسألك الشيخ أول ما تاتي ليه منذ بلوغك إلى ساعة يقظت قلبك بالاتجاه إلى عهد التصوف لا بد مضى عليك وقت تنظر فيه إلى الأعمال التي قمت بها منها خير وأنت تذكره تحمد الله وتشكره وتشهد منته عليك فيه وأشياء أخرى غير طيبة بالنسبة لك أشياء نطلق عليها جملة مخالفات عموما أنها أشياء مخالفة لإرادة الله فيك لا أقصد الإرادة بمعناها الكلامي أو معناها عند علماء الكلام أنا أقصد المرادة الشرعية الإرادة الشرعية وهي الأشياء التي توجب عليك التوبة والتوبة منها فتنظر إلى الأشياء التي عملتها المرضية تحمد الله عليها غير المرضية تتوب منها إلى الله تبارك وتعالى ثم تتوب من رؤيتك للتوبة إن الله هو التواب الرحيم ثم بعد ذلك الاستقامة وهي في القول والفعل والحال التقوى وفيها الصدق والإخلاص ثم قضية الطمأنينة فيها المراقبة والمشاهدة ثم يختم ذلك بالمعرفة إلى أخذها وهذا الطريق سلوك يعرفه الطرق السفية كلها يعني هذا يشترك فيه أهل التصوف جميعا ف عموما أنا أرى أن من من الله عليه بالتصوف فقد من الله عليه بالنعم الظاهرة والباطنة ومن فاته التصوف فقد فاته شيء كثير هو صح مسلم ويعبد الله لكنه لن يذوق لذة نسبته لذة النسبة إلى الله تبارك وتعالى في مقام العبودية لا يذوقها لكن سيد الشيخ يعني كثير من الناس قد يستغلق عليهم أو يستصعب عليهم حقيقة التصوف يعني فيما يتعلق بحديث جبريل ما يتعلق بالإسلام وأنه يعني أصل للفقه أو الإيمان وأنه أصل للعقيدة قد تكون الأمور واضحة لكثير من الناس لكن فيما يتعلق بالإحسان ما السبب في عدم استيضاح هذا الجانب لكثير من الناس والإحسان في الحقيقة هو الجانب الباطل من العبادة لأن العبادات كلها هيكل ومباني تقوم لكن روحها وحياتها هي الإخلاص وهو الإحسان سر الإحسان الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بساطة العبادة إما أن تعبد الله تبارك وتعالى على قدم التجرد وعلى مستوى كأنك ترى فيه الحق تبارك وتعالى أن يقيدك في عجاب رؤية الحق أو تحتجي برؤية الحق عن غيره هذا هو المقامة العلى وإما أن تعبد الله على يقين أن الله يراك وها لا يوجد مقام ثاني لأن من عبد الله على أن الله لا يراه أنه عبد الله على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم التصوف في الحقيقة هو يعني مش حاجة سهلة ليس هو حاجة سهلة ليخوض فيها الناس بأهوائهم أو بآرائهم أو كذا لكن التصوف حمله رجال تجردوا لله تبارك وتعالى واكتفوا بعلم الله عن علم الناس فيهم واكتفوا بإرادة الله عن مراد أو إرادة الناس لهم ولذلك يصعب فهم هذا الأمر لأن البعض وقف على أننا مأمرون بأن نعبد الله نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونتعاطى الأعمال الظاهرة ثم بعد ذلك لا شيء لكن أنا أقول لك حاجة يمكن أن يقوم الإنسان يصلي صلاة يتوضأ لها ويحضر نفسه لها ويستقبل القبلة ويصليها بأركانها كاملة ثم يسلم وهو لم يفعل ذلك لله وإنما فعله للناس ليحمده الناس وليخلع الناس له أوصاف ونعود تكريمية هل هذه الصلاة صحيحة؟ ها إذا سألتني كفقيه أو أقول لك صحيحة الصلاة لا يترتب عليها المطالبة بالإعادة لا في الوقت ولا أبدا وأن الزمة خلاص بلئت أليس كذلك لكن إذا سألتني هل هذه الصلاة مقبولة أو غير مقبولة؟ أقول لك بحسب قواعد الشرق وبحسب المعطيات التي فهمناها من قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله عالة كون مخلصين فهذه الصلاة غير صحيحة لأنها فقدت أعظم ركن وأعظم شرق في القبول وهو الإقلاص باختصار أن التصوف دائما ينظر إلى بواطن الأمور وينظر إلى العلاقة بالله ينظر إلى العلاقة بالله ومن فهم أن الأعمال ليست الصلاة وحدها كل الأعمال هي بهذه المثابة من عرف هذا عرف التصوف فأيوه فأدلتك ذكرتم أن هذا الطريق يعرفه أصحاب الطرق والذين خبروا وصبروا دوارهم لكن نريد تبسيطا لمعنى كلمة الطريق الطريق الصوفية ما هي؟ الطريق الصوفية هي في الحقيقة هي المنهج الذي يقوي التعلق بالله والتحقق بالانتساب إلى جنابه عن طريق الفهم الصحيح للأسماء والصفات هذا الطريق الطريق لحقيقته هو هذا أن تتعلق وتتحقق تتعلق بالله وسيما هذا أو علامة ذلك هو الإكسار من ذكر الله أن تكسر من ذكر الله باللسان تكسر من ذكر الله بالجناب أن تكسر من ذكر الله بذاتك كله والتحقق طبعا هو التحقق بأن تعرف الله وتعرف أسماءه وتعرف صفاته إذا تحقق لك هذا انتسابت إلى التصوف والتصوف ليس هو فقط ذكر وكذا وكذا لكن نحن نعلم أن المشايخ عملوا الطرق لأن هذه الطرق وسائل للوصول إلى الطريق هذه الطرق وسيلة لتوسلك إلى الطريق الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى وإذا كانت هذه الطرق وسائل إبقى كل طريق له شروط في طريق له شروط سر كل طريق أو كل طريقة سرها في شروطها هذه الشروط إذا نظرت إلى تجدها هي دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان لأن البعض يتساءل ويتحيى إذا كان الطريق إلى الله واحدا أما السر في صورة التعدد هذه لأن مجالس العبودية متعددة الله تبارك وتعالى جعل كل ذرة في الوجود طريقا موصلا إليه كل ذرة إذا رأيتها علمت أنه خلقها إذا علمتها إذا رأيتها عرفت أنه خلقها ما من شيء تراه أو تسمع به أو تحس به إلا وهو يربطك بالله ويدفعك إليه دفعا أظن هذا أنت فهمته فالله تبارك وتعالى يمكن أن يقول لنا طريق واحد يوصلكم لكنه نوى نوى فالتنوع من أسرار حكم الله تبارك وتعالى جعل صلاة صيام زكاة حج وجعل تسبيح وتقديس وتكبير وتهليل إلى غير ذلك تعدد هذه الأبواب إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى هو الذي عدد ونوع الطرق الصفية فكل أحد من المشايخ يلهم بهذا الإلهام يجد أن مراد الله منه أن يلتزم كذا هناك خلق للعادة عندما تخرق العادة للعبد يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من المشاهد فيأخذ ويتلقى منه أظن أن هذا هو سبب التعدد والتعدد هذا حكمة فالأنبياء متعددون والرسل متعددون الأولياء متعددون الصديقون متعددون الشهداء متعددون أولياء المراتب متعددون فالكل يعني فالتنوع أمر مطلوب تبارك وتحتى في خلقنا عداً ومن آياته خلق السماوات والأرض فالتنوع موجود فالعبادات متعددة العدد حتى في الأذكار موجود لأن الوقت الذي يتعلق به خطاب الحق بالعبد مختلف من شخص إلى آخر كذلك الوقت الذي يتم فيه وصول إلى الله تبارك وتعالى بأن يقع الفتح لعبد من العباد يختلف من شخص إلى آخر وحتى الأذكار لأن الحجب التي تحيط بنا مختلف منا من هواه كذا ومنا من شهوته كذا ومنا من أغراضه كذا ومنا من شغلته مثلاً المعيشة وآخر شغلته مثلاً شغلته جمع حطام الدنيا والغنى ومنهم من شغله شيء آخر يريد أن يبرز به ويتفوق فيه ويتفضل أو يفضل به غير ليس كذلك إذن لابد من أن يعطي الله تبارك وتعالى من مواهبه وعطاياه ومنحه بحسب وسعه وهو الواسع ولذلك تعددت هذه الطرق الطرق الصوفية فكل طريقة في الحقيقة هي موصلة أنا بسط الأمر أقول لكم مش الطرق المخلوقات كلها توصلك إلى الله لأن لأنك لم تجد لها مصدراً إلا الله وعندما تدرك أن الله هو الذي خلقها هو الذي أرادها وهو الذي خصصها بصفتها تعلم أن هذا القادر على فعل ذلك هو خالق كل شيء وهو المستحق للعبادة وهو المستحق لأن تتوجه بكل همك إليه وأن تترك كل شيء في سبيل الوصول إليه هذا هو السبب ولذلك نحن لا نستغرب في تنوع أوجه القرب إلى الله تبارك وتعالى فالطرق هي أوجه للوصول إلى الله لأن كلها تشتمل على عبادة وتشتمل على قصد لأن السادة الصوفية عندهم إذا عملت أي شيء لأن زي أعمال الناس الأطفال بيبنوا مباني ويلعبوا مثلا في التربة بيعملوا في الطين حاجات ليس خالية من الغرض إلا المتعة يتمتع بها الطفل ويفرح بها ولكن هو يعلم أنه لا يستطيع أن يسكن بيته الذي عمله الصوفية ليس عندهم هذا عندهم كل ما يعملونه في قصد لأنهم يعلمون أن العبادة هدف والقصد فيها هدف والشهود فيها هدف لا يستطيعون أن يتركن واحدا من هذه فالطرق الصوفية كلها تتعقق وتشتمل بهذا هناك فرق واحد في طرق صوفية تلقن أورادها للتبرك لا تلزم المريد بقوانين سابتة أو قوانين صاربة وهناك طرق صوفية تلقن أورادها بنية التربية تربية بهذه الأوراد المريد الذي تلقى أوراد طريقة بنية التربية لا يجوز له الإنسلاخ عنها ولا يجوز له تركها أما المريد الذي التزم هذه الأوراق للتبرق يجوز له أن يجمع عددا من الطرق ويجوز له أن يترك هذا الطريق ليستبدله بذاك الطريق كل هذا جائس ولذلك ينظر الإنسان عندما أخذ الطريق أي طريق كان ينظر هل مؤسس الطريق قصده من تلقين تلامزته التربية لأوراد طريقة أم أنه فقط يلقنهم الأوراد ليتقرب بها إلى الله ويتبرك بها ثم يترك أمر التربية إلى ما مشيئة الله إذا أراد الله بعبد خيرا دله وأرشده إلى من يشهد فيه الخصوصية فيتلقن عنه ويسير على درب حتى يصل إلى الله سيد الشيخ كثير من المال إلى التصوف تقابله معقبة ألا وهي قضية اتخاذ الشيخ المربي كما ذكرتم كيف يتسنى للسالك أن يعرف أن هذا الشيخ هو شيخه وأن هذا الشيخ هو شيخ مربي هذه قضية معروفة لأن الشيخ إن كان من أصحاب الدعوة فالمدعي ليس له طريقة وليس له تربية لكنه هؤلاء هم المتصوفة الذين ينتسبون إلى التصوف وهم لا يتحققون بشيخ ثم إن الشيخ تقتدي به لأنه عارف بالله وتتقيد به لأنه عارف بالله يوصلك إلى الله لا يوصلك إلى الولاية أو يوصلك إلى الكرامة أو يوصلك إلى المقامات أكثر البريدين في هذا العصر يظنون أنهم إذا تقيدوا بالشيخ لا بد أن يترقوا إلى مقامات الولاية ويترقوا إلى مقامات الكرامة يترقوا إلى مقامات الكشف ونسوا أن معطي الولاية ومعطي الكرامة ومعطي الكشف والمجتب هو الله وهذا يرجع إليهم هم في إرادتهم وفي الصدق انتسابه من الشيخ هم أساس المشكلة وليس هم جزء من المشكلة لأنك عندما تاتي إلى شيخ وتريد أن يعطيك الدنيا تقريبا أخطأت الطريق يعني أخطأت الطريق الصحيح الدنيا والآخرة كلاهما لا يعطيهما إلا الله الدنيا والآخرة لكن إذا أراد الله بك الخير لابد أن تاتي إلى الشيخ متيرددا من هواك فبدلا من أن تضع شيخك على الميزان زن نفسك بدلا من أن تزنه زن نفسك ولكن إذا كان الشيخ يدلك على الله تبارك وتعالى حاله ومقاله ويقربك إليه إذا عرفت فيه هذا عرفت أنه من أهل النسبة وأنه صادق فيما يقول صادق فيما يفعل وأنه وصل إلى هذا بسلوك خاص بإذن الخاص أنه خلاص تستطيع أن تعتمد عليه لكن بشرط أن يكون ملتزما الشريعة ظاهرا وباطلا هذا قاعدة المشايخ يكون ملتزم كتاب الله سنة رسولي وخلاص الأمر لكن المشكلة أننا نريد من المشايخ شيء أخر نريد منهم الغنى مثلا نريد منهم الرتبة نريد منهم الترقي في المقامات أو نريد منهم الترقي في الأعمال نريد منهم الوصول إلى أغراضنا هنا نحن في الحقيقة لم نطلب الله نطلب غيره والشيخ أيا كان ليس بخبير في طلب غير الله الشيخ خبير في أن يوصلك إلى الله فإذا جئت وطلبت الله هو شيخ حقيقي يوصلك إلى الله وهذه مسألة هي صعبة ولكن كل الذي أقوله ينبغي على المريد قبل أن يتقيد بأي شيخ أن يسبر أحواله ويفتش عن أحوال نفسه أولا يطالب نفسه بأنه يستطيع أن يسير مع هذا الشيخ كما قال الأقدمون كالميت في يد الغاسل هذا ليس المراد منه أنك تكون في يد دجال من الدجاجل أو كذاب من الكذابين وتسلم له الأمر وتسلم إرادتك عنده وتقعاني أنت وهو فيما لا يرضي الله وفيما عصيت الله ليس هذا هو المطلوب إنما المطلوب أن تجد نفسك وشيخك لكما تلتزماني أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكما تقيماني ميزان الشريعة لذلك قال العارف بالله ابن عربي لا تقتدي بالذي زالت شريعته عنه ولو جاء بالأنباء عن الله أظن هذا واضح لذلك أنا لا أنصح المريد بأن يتبع في هذا الزمن نرى أشياء كثيرة ونسمع أشياء كثيرة ممن ينتبون إلى التصوف نحن لا نرضاها ولا نوافق عليها وليست لنا القدرة في أن نمنعهم من أن يقولوا لأن الرقيب الأعلى يعلم ذلك وهو تركهم ليكونوا بلاء وابتلاء نتجنبهم ولا نشغل بهم لأنك لو اشتغلت بهم لشغلت نفسك عن الله حتى الشيطان نحن لا نشتغل به نشتغل بالله شغلنا بالله يدفع عننا الشيطان لذلك إذا ذكرت الله هرب عنك الشيطان أما إذا تركت قلبك أصبح مباء فأتضيع كل ما في التصوف هو أن تدرك أن الله تبارك وتعالى إذا أحبك واصطفاك رفعك إلى مستوى تشهد فيه الأفعال كلها صادرة عن الحق تبارك وتعالى وتصل فيها إلى مقام قلبك هذا يغلق أبوابه كلها عما لا يرضي الله وتفتح نوافزه وأبوابه كلها لما يرضي الله تبارك وتعالى فيكون القلب كله مباء للخير في ذلك الوقت تستطيع أن تدرك ما هي حقيقة الولاية وما هي حقيقة القرب إلى الله تبارك وتعالى طبعا هذا الكلام كأنه حلم كأنه بالنسبة للناس في هذا العصر هذا الكلام غير غير واقعي وغير منطقي لكن هذه الحقيقة الله تبارك وتعالى ذكر ألم ترى أن الله يسجد له من في السماعة من في الأرض والشمس والقبر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ثم فصل فقال ومن يهينه الله يهينه الله فما له من مكرم إذن انقسموا إلى قسمين مهانون ومكرمون المهان هو الذي خزله الله تبارك وتعالى وسخره لهوى نفسه ولأغراضه وجعل الشيطان يتسلط عليه والهوى يغطي قلبه ولا يستطيع أن يميز بين حق وباطل ويسلب عنه الفرقان فرقان الإدراك عن الحق تبارك وتعالى يقال فلان فقه عن الله تبارك وتعالى فهم عنه أما القلب المكرم وهو القلب الذي عكف على باب الله وعمل عمل عمل حتى أغلقت جميع أبواب السوء عنه وصار قلبه محل ومآل للأنوار والأسرار والفيوضات والعطايا والمنع والهبات الربانية طبعا في الدنيا لذلك مثل عندنا الآن شربنا بعض المشروبات في أواني هذه الأواني أكرمها الله بهذا الشراب الطيب هناك ربما يكون هناك آنية مخصصة للزبالة ليس كذلك القلوب هكذا قلوب المكرمين هي القلوب التي يضع الله تبارك وتعالى فيها النور والسر وقلوب المهانين هي القلوب التي يبول فيها الشيطان القلوب التي يلقى فيها كل القازورات من الأقوال من الأفعال من الأحوال هذه القلوب هي القلوب الميتة التي لا تحيط القلب إذا وصل إلى هذا المستوى لا بد أن يزكو ويسر بكل عمل يقوم به ولكنه يحزن إذا فاتته نسبة إذا فاتته نسبة خير ونظر إلى تعبيري بأنه فاتته نسبة لا أقول لأنه عصى أو كذا لا لأنه يرى أن كل مقام عبودي أو مجلس رباني يقام فيه هو مجلس عبودية له تقدير خاص من الحق تبارك وتعالى إذا حرم منه مثلا نام ففاتته الصلاة هنا لا يفكر في أنه فاتته لأن الله قال وعقمي الصلاة لذكر يعني العلاج موجود لكن أنا أفكر ليه جمع الله عباده جميعا في أن يستقبله ويتوجه إليه وحرمني أنا من الوصول إليه أو يقوم بين يديه معكم لماذا لابد ارتكبت شيئا وعملت شيئا غير مناسب أظنك فهمت لي ها خلاص إبقى هذه هي هذا هو الفرق بين فالطريقة التجانية كما بدأنا هي طريقة سيد أحمد تجاني رضي الله وحمن وهي طريقة كلها مبنية على الكتاب والسنة مبنية على القرآن مبنية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم على الحال المحمدين وهي وأورادها وأذكارها كلها من الكتاب والسنة وأداؤها يتم من خلال الأدب الشرعي إلى غير ذلك لا توجد فيها بدعة ولا توجد فيها محدثة ولا يقر صاحبها أي تزيد عليه مهما أعطاك الله من علم ومعرفة أنت في الطريقة يجب أن تكون مريدا وتلميذا متقيدا بهذه الطريقة لا تزيد لا تقول أنا وصلت للإجتهاد فأتهد لا هذه الطريقة عبارة عن مفتاح إذا أردت أن تفتح به لا تزيد فيه السنة ولا تكسر منه السنة فينفق نعم سيد الشيخ سيد الشيخ أيضا من الأشياء التي تفار عن قضية التصوف العلاقة ما بين التصوف مثلا والعلم التصوف والجهاد التصوف والدعوة تم حقيقة العلاقة لأن هذه الأمور أصبحت ملتبسة في أدهان كثير من الناس اليوم والله التصوف هو الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لماع المحسين أليس كذلك التصوف علاقته بالعلم التصوف لا يتحقق به إلا عالم ولا يمكن أن يحصل عليه إلا متعلم أو عالم لذلك العلاقة بين التصوف والعلم هي علاقة الروح والجسد أو علاقة العمل بالإخلاص لا يمكن أبدا أن تكون صوفيا جاهلا فأنا أقول جاهلا لا أقول أميا قل جاهلا لأن الله أحيانا يتولى بعض عباده بولايته الخاصة فيجعلهم من أوليائه ليسوا من أولياء أمره ولكن من أوليائه أما أولياء أمره فهم أولئك الذين تعلموا وأمروا بأن يرشدوا وإلى آخر ذلك أما أوليائه فأناس يتولاهم الله ويلهمهم الصواب فيما يقولون انظر إلى قضية عبد العزيز الدباب هو من أولياء الله لكن الرجل الأمي نعم لا يقصر لكن كلامه لا يقوله من العلماء أيضا إلا يعني إلا الواحد بعد الواحد في القرون لذلك علاقة التصوف بالعلم هي علاقة أساسية لا يمكن أن يقوم التصوف إلا على أساس العلم لأن التصوف هو نتيجة العمل بالعلم وكل أئمة الصوفية علماء كلهم علماء أما الجهاد علاقة التصوف بالجهاد فأنت تعلم أن التصوف حقيقة هو الجهاد أئمة التصوف مجاهدون في كل زمان وفي كل عصر حتى في العصر الأخير السادة الصوفية برز فيهم عندما تكالب آباء الكنيسة تكالبوا على غزو بلاد المسلمين والاستيلاء على الشعوب الإسلامية والعمل من أجل تخريب ثرواتهم ومقدرات بلادهم وخيراتها تجرد لهم أحدث من السادة الصوفية الشيخ محمد بن علي السنوسي في ليبيا هو وتلامزته جاهدوا الشيخ عمر بن سعيد الفوتي وجماعته جاهدوا الشيخ عثمان بن فوتي جاهد الشيخ محمد بن علي السنوسي سنوسي وتجاني الشيخ عمر الفوتي تجاني الشيخ عثمان بن فوتي قادري وأحمد والدبو قادري كذلك الشيخ محمد الأمين الكانمي خلوتي كل هؤلاء جاهدوا ولو لم يكون مؤمنين بالجهاد لم استطعوا أن يكونوا جيشا ويواجه بدل الأعداء المعنويين أعداء حسيين مزودين بالمنادق والقنابل جاهدوا حتى كادوا أن ينتصر وانتصروا في بعض البلدان وهم الأساس في بقاء المسلمين على إسلامهم في كثير من أنحاء إفريقيا وهم الأساس في نشر الإسلام في كل ربوع إفريقيا إفريقيا لم يصلها المجاهدون بسيوفهم من المسلمين حتى ينقلوا إليها الإسلام وإنما نقل الإسلام إلى إفريقيا القوم من السادة الصوفية بإداوتهم التي فيها ماء وضوء وب سجاداتهم ومصاحفهم وسباحهم هذا الذي هزموا به الباطل ونصروا به الحق وأسسوا به دولا وإمارات إسلامية في تلك المنطقة